كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جماعة تاسوهاجة زيارة لطلاب الجماعة للتعرف على إنجازات المشروع القومي لحياة كريمة بقرى ومراكز المبادرة شهدت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية سفلاق والذي تم تنفيذه بالكامل فضلا عن زيارة مركز طب الأسرة بالقرية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65% وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعة التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمركز وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى ريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حياة أهالي محافظة سهاج في كل القطعات